لليوم هلأ سابقاً كان المعيقات أنه عدم التنقل والحركة بسهولة فالحمد لله رب العالمين لما جبت سيارة أو صار معي سيارة يعني صارت التسهيلات أخفت علي من أول ما أكون بالعربية هلأ بلشت أنا كمة التحدي والنجوم في عام 2008 كانت عندي أول مدالية أولمبية في أولمبيات بكين أحرست فيها المركز الثاني وكانت هي أول مدالية أولمبية لفريق رفع الأطقال وبعدها الحمد لله رب العالمين شاركت في بطولة عالم أحرست فيها المدالة الدابية وبطولة أولمبية ريو 2016 أحرست فيها برضا مدالة فضية وبطولة العالم في المكسيك برضا أحرست فيها المدالة الفضية وقبل شهر إجينا من بطولة أمم آسيا أحرست فيها المدالة الدابية كانت مؤهلة لأولمبيات طوكيو 2020 إن شاء الله يعني إحنا لعبتنا لعبة الأساسية هي لعبة البنش برس اللي هي صدر فأعلى رقم رفعته 180 كيلو وفي ميزة عندي أنا الحمد لله رب العالمين اللي هي وزني حوالي 47 كيلو يعني تقريباً تلك أضعاف ونصف برفع وزني أنا كنت مهتم في تدريب زوجة إسماء من البداية هلأ إنه تدريبات شوية حتكون صعبة وقاسبة خاصة للبناء فاللي عنده إرادة وعنده تحدي بتحمل كل الصعوبة طبعاً أنا أتوجهت لهذه اللعبة إنه كونها هي أصلاً لعبة شباب يعني إنه ما يقولها للشباب مش للبنات فإنه أنا طبعاً أخذت التحدي والإصرار من جوزي عمار فإنه كنت مصممة إنه إن شاء الله إنه لهذه المصممة إنه أصير يعني أوصل الطموح اللي هو وصله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر